في السياق منفصل شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة العلوم الشرطية أكاديمية العلوم الشرطية صباح اليوم الأحد وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة شهد حفلة خريج الفوج الثالث من طلبة الدراسات العليا في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة في إطار اطلاع سموه الدائم والمستمر على مختلف الفعاليات الأكاديمية والشراطية في إمارة الشارقة حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسم ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس أكاديمية العلوم الشراطية يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة حفلة خريج الفوج الثالث من طلبة الدراسات العليا في أكاديمية العلوم الشراطية بالشارقة الحفل الذي حضره أيضا كل من اللواء سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ونائب رئيس مجلس الأكاديمية والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وعدد من السادة أعضاء مجلس الأكاديمية وكبار ضباط بشرطة الشارقة استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أعقب ذلك آيات عطيرة من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيليا قصير استعرض مقتطفات من برنامج الماجستير والمساقات الدراسية لمختلف البرامج الأكاديمية العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية كانت له كلمة بهذه المناسبة لفت من خلالها أن احتفال الأكاديمية اليوم بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من حملة شهادة الدراسات العليا يأتي تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس الأكاديمية والذي جاء بقرار حكيم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الذكرى ستشكل بعون الله انطلاقة أخرى لتجديد الولاء والانتماء والعزم على مواصلة البناء بدوره الخريج محمد الشحي ألقى كلمة بالنيابة عن زملائه الخريجين أعرب فيها عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه ودعمه الدائم لأبنائه من القطاع الشرطي وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى مكرمة سموه بتكفله بنفقات طلبة دراسات العليا كما قدم شكره وتقديره أيضا إلى سمو ولي عد الشارقة على تشريفه حفل التخريج عقب ذلك انطلقت مراسم تكريم الخريجين والخريجات البالغ عددهم 114 طالبا وطالبة في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني وتفضل سمو رئيس مجلس الأكاديمية بتسليم الشهادات للخريجين مهنئا إياهم بهذا الانجاز العلمي المشرف لهم وللأكاديمية وداعيا إياهم في الوقت ذاته إلى استكمال مسيرتهم التعليمية بالحصول على درجة الدكتوراه وخدمة مجتمعهم ووطنهم في الختام تسلم سمو ولي عهد الشارقة هدية تذكارية من أكاديمية العلوم الشرطية لرعايته وتشريفه حفل التخريج كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع الخريجين